ماذا تختار أو ماذا تشتري هاتف الاس 24 اترا أو هاتف الاس 24 بلاس لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة الاختلافات الرئيسية بينهم السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية مباشرة نبدأ بالتصميم يتميز هاتف الاس 24 بلاس بيوزن 597 جرام مع السمك 7.7 ملي متر ويحتوي على واجهة أمامية وخلفية زجاجية مع الكورولا غلاس فيكتس 2 وإطار من الألمانيوم ومقاوم للماء والغبار بمعايير الابي 68 وأما هاتف الاس 24 اترا فيأتي بأبعاد أكبر ووزن أثقل 233 جرام مع السمك 8.6 ملي متر يحتوي على واجهة أمامية وخلفية زجاجية من نوع كورولا غلاس أرمور وإطار من التيتانيوم كما أنه مقاوم للغبار والماء بمعايير الابي 68 ويتضمن قلم مدمج بتقنية البليتوث كما ترون يحتوي كلا الهاتفين على زجاج أمامي وخلفي مع مقاومة الغبار والماء بمعايير الابي 68 ولكن هاتف الاس 24 بلاس يحتوي على إطار من الألمانيوم بينما يحتوي الاس 24 اترا على إطار من التيتانيوم أيضا يحتوي على القلم أيضا تصميم الكاميرات الخلفية مختلف ما بين الهاتفين لذلك من أفضل من ناحية التصميم الاس 24 اترا أو الاس 24 بلاس ومن ناحية الشاشة يتميز كلا الهاتفين بشاشات الديناميك التيبو أمولد 2 اكس مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم الاش تي ار تن بلاس وميزة العرض الدائم يحتوي هاتف الاس 24 بلاس على شاشة مقاس 6.7 انش بدقة الكواد اش دي بلاس وكثافة بيكسلات عالية 509 بيكسل لكل انش وأما هاتف الاس 24 اترا يأتي بشاشة أكبر مسطحة مقاس 6.8 انش وتأتي بدقة الكواد اش دي بلاس مع كثافة بيكسلات 501 بيكسل لكل انش فالاختلافات بينهم فهاتف الاس 24 اترا يمتاز بحجم شاشة أكبر قليلا مقارنة بشاشة الاس 24 بلاس وأما المواصفات الأخرى فهما يأتيان بنفس المواصفات يعني نفس الشاشة تقريبا من ناحية مشاهدة المحتوى والألوان أيضا من ناحية الآداء لا يوجد اختلاف خاصة النسخة التي تأتي بمعالج السناب دراجون فهاتف الاس 24 بلاس يأتي إما بواسطة معالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث أو معالج الاكسلونس 2400 وهذا على حسب المنطقة يأتي بعدة خيارات التخزين من بينها 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت وأما هاتف الاس 24 اترا فيأتي بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث ويوفر خيارات للتخزين بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت صراحة الهاتفين متشابهين من ناحية المعالج خاصة نسخة سناب دراجون لذلك تجربة الألعاب راح تكون مماثلة ولن تجد ذلك الفارق الكبير بينهم من ناحية الآداء وبالنسبة للبطارية فهاتف الاس 24 بلاس لديه بطارية بحجم 4900 ميلي أمبير بينما الاس 24 اترا لديه بطارية بحجم أكبر 5000 ميلي أمبير أيضا كلاء الهاتفين يأتيان بنفس سرعة الشحن ونفس سرعة الشحن اللاسلكي 45 وات و 15 وات على التوالي ومن ناحية الكاميرات يتميز هاتف الاس 24 بلاس بإعداد كاميرا ثلاثية الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجا بيكسل مع تقاريب بسيط 3 اكس وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل وهو يدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K ويتضمن أيضا كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل بينما يتميز هاتف الاس 24 اترا بإعداد كاميرا رباعية تتكون من كاميرا رئيسية ضخمة بدقة 200 ميجا بيكسل وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجا بيكسل مع تقاريب بصري 5 اكس وكاميرا مقربة أيضا بدقة 10 ميجا بيكسل مع تقاريب بصري 3 اكس وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل كما أنه يدعم تسجيل الفيديو دقة 8K ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل فأوجه تشابه يدعم كل الهاتفين تسجيل الفيديو دقة 8K ويحتويان على نفس كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل والاختلافات بينهم في هاتف الأس 24 أليترا يأتي بكاميرا أساسية ذات دقة أعلى وكاميرا تقريب إضافية منظار مقارنة بهاتف الأس 24 بلاس لذلك من ناحية الكاميرات يتفوق الأليترا سواء في الصور أو الفيديو على العموم هاتف الأس 24 بلاس يأتي بتصميم أكثر إحكاما مع حجم شاشة أصغر قليلا مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يفضلون حجم أصغر أيضا يوفر أداء ممتاز مع كاميرات جيدة ويأتي بسعر أقل من هاتف الأس 24 أليترا فسعره حوالي 999 دولار ومن ناحية أخرى يتميز هاتف الأس 24 أليترا بحجم شاشته الأكبر وإمكانيات الكاميرا المتقدمة والميزات الإضافية مثل القلم أيضا يقدم أداء وخيارات تخزين واسعة وسعة بطارية أكبر لذلك يعد هاتف الأس 24 أليترا مثاليا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شاشة أكبر ويحتاجون إلى ميزات تصوير وإنتاجية متقدمة من ناحية الصور وسعر أغلى من هاتف الأس 24 بلاس فهو يأتي بسعر حوالي 1300 دولار وفي الآخير ماذا تفضلون هاتف الأليترا هو هاتف البلاس رجاء نشاركونا لكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه